صدر عن الدوال الملكي اليوم بيان فيما يلينصه بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وانطلاقا من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة في المجالات كافة واستجابة للدعوات المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله فقد غادر سمو بحفظ الله ورعايته هذا اليوم الاثنين لزيارة كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية تركيا حيث سيلتقي سمو ولي العهد خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك حفظ الله سموه في سفره وإقامته